موسيقى اهلا بكم اثبتت مجريات الاحداث بعد قتل الامريكيين قاد فيلق القسي الايراني سليماني قرب مطار بغداد في العام 2020 اللاصحة لما يقال عن ارتخاء القبضة الايرانية على الفاعلين في الخارطة السياسية في عراق ما بعد العام 2003 لان انهاء هذه الهيمنة التي تمثل الاحزاب الطائفية والميليشيات غير ممكنة في ظل وجود هذه الميليشيات وسلاحها الذين يوفران الحماية لهذا النظام الملحق بايران اذ ما زالت الهيمنة الايرانية المباشرة مستمرة كما كانت في ايام سليماني والذي كان يتدخل في الاوقات الحرجة اما لمنع الصدام بين مكونات ما يسمى بالبيت الشيعي او لفرض الاملاءات الايرانية محددة ويقول المراقبون ان قتل سليماني لم يفقد ايران سطوتها على قوى العملية السياسية بل لا احد يفكر اصلا او يجرى على ازعاج ايران لا الصدر ولا سواه من اقطاب النظام السياسي الحالي والذي يستمد استقراره من الحماية الايرانية وثمت من يفكر ولا احد يفكر طبعا بازعاج ايران ومن يفكر عليه ان يغادر المشهد السياسي برمته لان الاحتلال الامريكي ليس عملية امريكية خالصة يمكن من خلالها القفز على دور ايران بل هي اي ايران شريك رئيسي في هذا الاحتلال استمرار الهيمنة الايرانية على قوى العملية السياسية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطبح فيها الاسئلة التالية هل فعلا ان امال التغيير في انهاء الهيمنة الايرانية في العراق تبخرت في ضوء حاجة قوى العملية السياسية الدائمة لطهران وهل يمكن لأي من القوى السياسية التفكير بازعاج او مضايقة ايران او مخالفة املاءاتها لانها اي ايران هي من توفر الحماية للعملية السياسية وقواها الا يجري التدخل الايراني بالشكل نفسه كما كان على ايام سليماني لمنع اي تصانب بين مكونات ما يسمى البيت الشيعي او فرض الاملاءات الايرانية ولماذا هذا الاصرار الايراني على ادارة المشهد السياسي في العراق بهذه الصفاقة والفجاجة بعد الرفض الشعبي لها والذي تجلى في ثورة تشرين ثم لا تدرك ايران مخاطر عنادها في دعم طبقة سياسية طائفية وفاسدة القت بالعراق في قاع حفرة سحيقة من الدمار والانهيار والتخلف على كل المستويات ضيوف طاولة رافع الفلاح عبدالله سلمان لا شرقية ولا غربية تلك امانية المأخذين بشعارات مقتدى الصدر ان تكون الحكومة المقبلة في تغيير جذري يغير قواعد العملية السياسية في عالم الاوهام شيء والحقيقة شيء اخر كل الحكومات في العراق لم تكن شرقية او غربية ولا حتى الحكومة المقبلة وانما هي ايرانية المنشأ والشكل والاهداف بما في ذلك الشكل الحكومي الجديد الذي ينادي به مقتدى الصدر فهو لا يتعدى كسرا للنمطية الشكلية في توازع الحصص ومكايدة بعض الاطراف المحلية لكن في النهاية لا بد لهوية التكوين السياسي والملشيوي للصدر ان تعود الى مصدرها الاول الممثل بنظام خامنائي زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لايران على رأس وفد يضم اطرافا في التيار الصدري والكردي ضمن التحالف الثلاثي كما يقرأها المراقبون هي ردة فعل على الحلف الذي يسعى الاطار التنسيقي الى تشكيله فابتدر حلف الصدر للهرولة الى ايران لتبريد اي جبهة قد يسخنها تحالف الاطار التنسيقي ضده وعن الصدر تحديدا لا يمكن للمراقب ان يغفل مسيرته الحافلة الطويلة في تفريخ الميليشيات وتشكيل نواتها الاولى وخروجه من رحم العباءة الايرانية اذا كنا نحن مرتبطين بارادة خارجية نتخلى عنها وعليهم هم ايضا اذا مرتبطين بارادة خارجية تخلونا عنها ولذلك فان اي خلاف له مع الاطار التنسيقي لن يتجاوز دائرة صانعي القرار في طهران لكن الفارق الملحوظ بين الوضع السياسي بعد انتخابات عام 2018 وبعد انتخابات عام 2021 هو تطور الخلافات بين الكتل اضافة الى عدم عجلة ايران في تشكيل الحكومة بل وعدم اكتراثها لاي نتائج كارثية طالما ان الاوضاع في العراق لم تخرج عن سيطرتها اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة التي تبحث في استمرار الهيمنة الايرانية وادارتها للمشهد السياسي في العراق ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الاستوديو وسيكون معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الكاتب الباحث السياسي عبدالله سلمان عبر اسكايب اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين حياكم الله دكتور في مرحلة سابقة كان يقال بعد قتل سليماني قرب مطار بغداد في العام 2020 ان ايران ما عادت بنفس القوة وبنفس قدرتها على ادارة المشهد السياسي في العراق ومناقلتها وما الى ذلك ان سليماني كان شخصية محورية لها من النفوذ الهيبة الكارزمة على قوى العملية السياسية لكن يبدو مجريات الاحداث قوضت هذه المقولة ولا زالت ايران تدير المشهد بنفس القوة وقوى العملية السياسية جميعا مع كل ازمة صغيرة او كبيرة تهرول الى طهران او يبعت لها بضابط من الحرس الثوري قاني بسم الله الرحمن الرحيم يعني العبارة الاخيرة او الفقرة الاخيرة من حديثك صحيح جدا لم يتغير شيء لكن ربما الناس او الاعلام او بعض المراقبين للعراق او حتى الكثير من العراقين اعتقدوا او هكذا شاهدوا ان القبضة الايرانية قد تراخت في السيطرة على العراق وليس على العملية السياسية بعد ثورة تشرين حقيقة ثورة تشرين خروج الشباب الذي هتف ضد ايران وهم كانوا يقولون عنهم انهم الحاضنة الاساسية لهذه الاعزاب ولهذه الميليشيات ولهذه القوى التي تدين بالولاء لايران خرجت كل هذه الحاضنة التي يعتبرونها من مدن الجنوب ودعني اتكلم يعني بين هلالين الشيعية مثل ما يقولون خرجت الشباب هؤلاء ينادون يطالبون بالوطن ويطالبون بسقاط العملية السياسية ويطالبون بازاحة كل قوى العملية السياسية واولها كل هذه الاحزاب التي ترتبط مع ايران وميليشياتها هنا كانت الرؤية قد تجسدت عند البعض عند المراقبين عند كثير من وسائل الاعلام عند كثير من العراقين ان القبض الايراني على الشعب العراقي ليست كما كان يعتقد ايران كانت تشيع ان الشعب العراقي كله يدين بالولاء لها ليس فصائل واحزاب وميليشيات هذه تنكرها كانت لكن تقول ان الشعب العراقي كله يدين بالولاء والاحترام والمحبة ليران ولذلك بهذا الشكل كانت واذا بهذا الشعب يخرج وكان هتاف الرئيسي ايران بره بره هذا الشيء جعل الاخرين يعتقدون او يرون ان ايران قبضتها قد اختلت نعم مقتل سليماني كان له تأثير كبير لان سليماني شخصية ليست سهلة هذا لم يتم اعداده في يوم وليلة هذا تم اعداده لسنوات طويلة لعقود طويلة لكي يتولى هذه المهام ومهام لا تقتصر على العراق مهام في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وغيرها هذا يعني متمرس في هذا الموضوع وهو شخصية كبيرة في هذا الاطار في هذه المؤسسة التي ترعى كل هذا الخراب والدمار وتصدير ما يسمونه بالثورة الايرانية الى القارج عندما يزاح هذا بمقتله بالغارة الجوية الامريكية هذا خسارة كبيرة لهم لكن يبقى تغيير الراعي لا يؤثر على الرعاة لا يؤثر على هؤلاء الاجراء هؤلاء يرتبطون مباشرة لأنهم جراء دكتور واضح أنت الحقيقة تفرق بين قبضة ايرانية على قوى العملية السياسية ما زالت مستمرة وربما صورة كانت ايجابية في ذهن المجتمع في العقلية الجمعية العراقيين عن ايران كشفتها فضحتها ثورة التشرين الى اي حد هذا الرفض الشعبي النفور الشعبي عدم قبول ايران في الذاكرة الجمعية الشعبية العراقية الى اي حد اخسر ايران جزءا كبيرا من وجودها او نفوذها في العراق وانه حتى اتكاها على الميليشيات لن يعوض هذا الكره الشعبي لها ايران بسياستها عموما يعني اذا تقرأ كل السياسة الايرانية منذ قرون كل الفكر الايراني كل التركيبة الفكرية والفلسفية الايرانية في حكم الشعوب تتميز بالمطاولة بالتأني بالقدرة على ما يسمونه يعني الصبر الكبير يعني الكثير منهم يتحدثون فلسفة حائق السجاد اه بالضبط هذه نتحدثون عنها فهذا حقيقة جزء من سياستهم ورؤيتهم يعني ايران تقبل ان تخسر معارك صغيرة كثيرة تقبل ان تخسر لكنها تعتقد انه هي قادرة ان تكسب المعرك الكبيرة المعرك الكبيرة كيف هي تخسر الشعب العراقي لكن لديها قوى تستطيع هي تعتقد او هكذا ترى قوى بسلاحها بقدرات بتمكنها بتغولها بقدرتها على امساك بالاقتصاد والسياسة والسلاح قادرة ان تخضع الشعب العراقي لحد الان هذه العملية عملية جارية الحقيقة عملية تخويف ترهيب قتل لذلك هي هذا قلت هي نعم خسرت معارك تخسر الشعب تظهر القضية غير شكل لكن هي قابلة بهذه المواجهة لان هي تراهن على هذه القوى وهذه القوى مملوكة وجراء لديها من البداية للنهاية وانا لا اتكلم فقط وهنا ملاحظة دقيقة جدا لا اتكلم فقط عن القوى الشيعية والاحزاب الشيعية التي في العملية السياسية انا اتكلم عن كل قوى العملية السياسية بما فيهم السنية والكردية لديها ايران ارتباطات وتأثير عليها قوي جدا جدا وكان هناك نعم تخادم امريكي ايراني لكن هناك تنافس ايضا وايران لها السبق في هذا المجال لقربها لعلاقاتها لميليشياتها لقواها لتأثيراتها في هذا الموضوع اشكر نتحول الى كوبنهاجن نرحب بضيفنا من هناك الكاتب والبحث السياسي الاستاذ عبدالله سلمان استاذ عبدالله مرحبا بك معنا اهلا ومرحبا بك وبضيفك الكريم ومشاهديكم الاكارم اهلا وسهلا اشار دكتور رافا على انه بعد ثورة تشرين والهتافات التي علت من شباب ثورة تشرين ضد قادة ايرانيين مسؤولين ايرانيين ومهاجمة القنصلية ومهاجمة الميليشيات المحسوبة على ايران ان كان ساد اعتقاد ان القبضة الايرانية قد ارتخت ولم تعد كما كانت على ايام سليماني طبعا ايضا زاد في ارتخائها كما يعتقد هؤلاء مقتل سليماني وخروجه من المشهد تماما الان هذه الهرولة الموجودة الان من جميع القوى الموجودة في العملية السياسية هل بخرت هذه الامال في التغيير لان هذه القوى بحاجة مستمرة الى ايران الهيمنة الايرانية مترسخة الحقيقة مع كل هذا الذي جرى مقتل سليماني ثورة تشرين لم يضعف السطوة الايرانية على العملية السياسية بالحقيقة ان ايران لم تمد يدها من خلال الميليشيات او خلال جماهير واحزاب تابع لها فقط هذا التصور يعتبر ظاهري وغير دقيق الى حد بعيد لانها في بدء تكوين الاجهزة الامنية بعد ما قام بحلها بريمر قامت هذه الاجهزة على يد ايران وانشئت على يد ايران بدليل انه كثير من الاعزاب كسبت كثير من القيادات الامنية والافراد وانشأت شبكات داخل الاجهزة الامنية بتوصيف ايراني وبتخطيط ايراني وبدقة ايرانية فبذلك اصبحت ايران تمتلك القوة الاكثر تأثيرا على المشهد السياسي العراقي وعلى العراق وعلى الوضع الامني العراقي بشكل العام هيمرتها على كل المفاصل الامنية في وزارة الداخلية مطلقا تقريب 90% من منتسبيها منذ التأسيس هم التأسيس الاحزاب الايرانية وهناك ظاهرة يعني ظهرت في الدنيمارك وفي السويد وفي مناطق اخرى يأتي عضو حزب الدعوة ويحمل كيس فيه بعض الرتب ويشخص هذا وذاك انت يناسبك نقيب وانت يناسبك ملازم اول وانت يناسبك كذا فأسسوا الاجهزة هذه وقاع كنتم انتم شهود عليها في الدنيمارك تصور في يعني لا نتحدث عن الموتى احدهم كان يأتي بكيس فيه رتب ويدخل في حسينية لا نريد ان نسميها يقول هذا انت فلان يناسبك نقيب انت فلان يناسبك ملازم اول انت فلان يناسبك فاخذ عدد كبير وكذلك في السويد وفي المانيا وفي بلجيكا قاموا بنفس العملية وفي بريطانيا ايضا فهؤلاء اسست بهذه الطريقة وحشرت الناس الذين يحتاجون الى الرزق والمعيشة من القوة الامنية الى الخضوع الى الارادة الايرانية فاسست ايران شبكة مهيمة على كل مفاصل الامن العراقي بما فيها وزارة الداخلية وبعدها انشأت وزارة الامن الوطني انشأتها وخطت لها ورتبتها ايران وتديرها ايران وهناك طابق او طابقين حسب ما يعرف في وزارة الداخلية لا يمكن لأي منتسب لحد الآن الدخول اليه لانه فيه ادارات ايرانية الى الملف الامني وكذلك في المخابرات وكذلك في الاستخبارات العسكرية هذه هي القوة الاساسية طيب نحن نتحدث استاذ عبدالله اشكرك نتحدث عن قضية يعني هيمنة او سطوة ايرانية على قوى عملية سياسية القوى السياسية الموجودة تحدثت انت عن هيمنة ايرانية على جميع الاجهزة الحكومية رجعت الى فترة التأسيس ان ايران تدخلت فيها التشكيل والتأسيس لذلك هي تضمن ضامنة لولاء هذه القوى العسكرية الجيش اجهزة امنية ميليشيات لها هل تعتقد ان هذا عامل حاسم في ان يجبر قوى العملية السياسية على ان ايضا تهرول الى ايران ان لا تخرج عن طوعي ايران ان تكون مزغية بالكامل لاملاءة ايران حتى وان جاءت بالضد من مصلحة العراق هذا له عاملين العامل الاول هي اضافت الى هذه القوى التي ذكرناها عامل الميليشيات وهذه عامل الميليشيات لها دور الضغط على القوى السياسية الاخرى التي تحاول ان تخرج من العباء الايرانية فتشكل لها عامل الخوف وهاجس الرعب وتضغط عليهم والعامل الاهم الحقيقة كل اطراف العملية السياسية مثل ما تفضل الدكتور رافع كلهم هم تخضعين الى العباء الايرانية منذ تأسيسهم يعني هم لم يأتوا احزابا سياسية وطنية معارضة للنظام على طريقة كيف تحكم انت النظام السابق كان يحكم بطريقة الخطأ او صح هم لم يأتوا على هذا اساس هم جاءوا على قوى على ارتباطات امنية مع ايران مع امريكا مع اسرائيل فجاءوا بصفة امنية هم ليسوا سياسيين فلذلك دائما دائما يحتاجوا الى الرعاية الرعاية التي تأمرهم والتي تغطيهم وتتوجههم هذه نقطة مهمة نتحدث عن هذه الحاجة المستمرة والماسة لقوى العملية السياسية للنصيحة او الاملاء او الهرولة الى ايران على الرغم من تجربتها في حكم العراق يعني اللي تقترب الآن من يعني عقديد من الزمن دكتور رافع يعني حديث عن انه هذه القوى الحقيقة لا يمكن ان تخرج عن الطوع الايراني ايران مهيمنة سطوة وكأن الحديث حتى ما جرى في ثورة تشرين مطالبة بانهاء الهيمنة الايرانية ازاحة ايران التعامل معها على انه دولة حال حال دول الجوار الاخرى هل متخيل انه هذه القوى التي الحقيقة لا غنى لها عن الحماية والدعم الايراني انها تفكر بازعاج ايران تفكر بالطلب من ايران بتحجيم نفوذها وهيمنتها والتعامل معها او فهمها ان العراق دولة مستقلة يعني كيان مستقل ليس تابع لها متخيل هذا من قوى العملية السياسية الكل شيعية وغير شيعية هل يتخيل في لحظة من اللحظات هل يمكن ان تجرؤ لا ابدا هذا الموضوع يعني ليس في الحسابات لا يمكن ان تضعوا في الحسابات وتراهن عليه باي رقم خلينا اكمل السؤال بالله يسامد ايضا على الرغم من انه هذه القوى والعملية السياسية وراءها امريكا وراءها كل العالم الغربي القوي لماذا هذا الخوف من ايران ويفترض ان امريكا ومن معها كلهم بظهورهم يقدمون لهم مختلف انواع الدعم سياسي عسكري مالي اعتراف وما لا ذلك لكن هناك خوف وفزع من ايران طيب عندما يعني تحلل كل هذه الاسئلة حضرتك الان سألت اكثر من السؤال وكلها تدور في اطار واحد عندما تحللها الى عناصرها سأقول لك بسؤال اجيب يعني هي لماذا جاءت امريكا واحتلت العراق هل جاءت لبناء تجربة يكون فيها العراق قويا ممتلك الايرانته ممتلك الاستقلاله وسيادته وقدرته على النمو والنهوض والتطور وبناء دولة قوية مركزية في هذه المنطقة العاصفة التي تعصف بها التغيرات تعصف بها وفيها كثير من الثروات فيها كثير من المصالح والاطماع الاجنبية والغربية والامريكية والايرانية السؤال هذا اجابة بسيطة جدا جدا امريكا لم تأتي لذلك امريكا جاءت لتدمير العراق ليضعاف العراق واصاله الى مرحلة من الضعف لا يستطيع فيها ان يقف على رجليه هذا واقع الحال ولا من مبراتهم اسلحة الدمار الشامل والديمقراطية وغيرها وكلها سقطت وهم اعترفوا بسقوطها وبالتالي انت تسأل نفسك هذه الجوش التي جاءت عبرة الاطلسي بكل هذه المئات الالاف وهذه الاسلحة وهذه الطائرات والصواريخ لماذا انت بالتالي هناك مهمة المهمة جزء من عدها الجزء الكبير من عدها لتنفيذ ما اراده الكيان الصهيوني اخراج العراق من معادلة القوة في المنطقة كلها وهذا وبالتالي من استفاد تسأل الآن السؤال الاخر في نفس الاطار من المستفيد ستجد ان ايران اول المستفيدين وستجد ان كل الدول العربية واولها الخليجية هي من خسرت المعركة وقبل ذلك الشعب العراقي من خسر المعركة فبالتالي ايران تحالفت او تخادمت مع امريكا بنفس الهدف اضعاف العراق الغاية اضعاف العراق طيب من يأتي لحكم العراق لكي يرعى هذا المشروع مشروع اضعاف العراق هي نماذج ايرانية مملوكة لايران لذلك هذه النماذج لا يمكن وهم في ولائهم وفي تصريحاتهم وفي احاديثهم العلنية يقولون اذا ما اكذا افتراضا اذا ما حدثت مشكلة بين العراق وايران سنقف مع ايران ضد العراق نعم اذا ولائهم محسوم للبلد الذي جاءوا منهم يعني يحملون الجنسية العراقية هذه الوثيقة التي تقوله عراقي لكن انتماءة وهواء وخدماته يقدمها الى ايران لذلك انت طوال عشرين سنة مضت انت اقتصادك كل الاقتصاد البلد لخدمة الاقتصاد الايراني سياسة العراق كلها لخدمة السياسة الايران لخدمة المشروع الايراني فبالتالي انت كل هذه الاحزاب لا يمكن ان تفكر سنية شيعية كردية لا يمكن ان تفكر باسلوب او تستطيع ان تخرج خارج هذا الصندوق اللي وضعته ايران لكي تعادي ايران او تقف موذس تعاديها لكن لكي تقف على الحق وتقول ان ايران دولة جارة ويجب ان تلتزم بحدودها تلتزم بعلاقات الدبلوماسية مع العراق حال حال الدولة الاخرى خذ مثال اخر ايران عندما تقصف العراق وتدخل بميليشياته وتفعل ما تريده لا احد يقول شيئا بالعكس ولكن مؤيدون لها مؤيدون ويهللون ويبررون لها ويسوغون هذا الموضوع بينما من دول اخرى وعلى سبيل المثال تركيا عندما طلبت تركيا من العراق اكثر من مئات المرات تطلب من عندهم ان البككة هذه منظمة ارهابية تركية موجودة على اراضيكم وتتحكم وتمول من قبل الميليشيات العراقية والحكومة العراقية ترعاها وتسيطر على مناطق داخل العراق وتتحكم بها وتستخدم الاراضي العراقية اللي عدوان على تركيا واجهوهم لا يواجهونهم تضطر تركيا ان تواجههم من اجل امنها الوطني تقوم الدنيا ولا تقود وتعتبر ايران سعودية عندما تقصف بطائرات مسيرة مفخخة من العراق وتقصف منشآت النفطية من العراق خرجت ويعلنون بشكل واضع لصالح ايران من العراق خرجت لكن وتثار عليهم مئات الطرق لانه فقط يجزون مثلا وفد تجاري اقتصادي لكي ينمي العلاقات الاقتصادية مع العراق هنا ارهاب هنا فهذه القضية تدلل ان هؤلاء هذه القوى الحاكمة في العراق قوى مملوكة اجيرة لايران لا يمكن ان تتخلى في يوم من الايام او تقف على الحياد وتقول ان ايران دولة جارة يجب ان تتعامل معها بندية ونتعامل معها بدبلوماسية واحترام متبادلة بدليل ان السفير الايراني في العراق يأخذ دور المندوب السامي الامريكي ايام احتلال العراق في بدايات القرن الماضي البريطاني نعم يأخذ نفس دور العفوا نفس دور المندوب السامي البريطاني حقيقة يتصرف ويصرع ولا يستطيع ووزير خارجيتهم الايراني عندما يزور واي مسئول ايراني يزور كل الاماكن ويلتقي بكل الغراء والعشائر ولا احد يستطيع ان يتحدث معه ونحن لا نستطيع ان نفعل ذلك اذا الفاصل قريب نتوقف عند الفاصل قبل ان نكمل مع ضيفنا ممكن يبلغون الاخوة نتوقف عنده فاصل اذا فاصل نتوقف عنده هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في طاولة حوار الدكتور رافع الفلاحي والاستاذ عبدالله سلمان يبقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حور والتي تبحثوا في استمرار السطوة والهيمن الايرانية على المشهد في العراق وعلى كل قوى العملية السياسية ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي والاستاذ عبدالله سلمان استاذ عبدالله سلمان يعني بعد عشرين عاما من تجربة هذه القوى القوى العملية السياسية في حكم العراق وكل هذا الدعم المقدم لها من امريكا واقليميا ودوليا مع ذلك ما زالت هذه القوى تتصرف كأنها اطفال قصر بحاجة الى الرعاية الى التوجيه الى النصح او املاءات كما يقول حقيقة ليست نصح املاءات ايرانية هذا على رغم عشرين عاما اليست فترة كافية لان تنضج هذه القوى العملية السياسية وتتصرف كأنها بوفق رشد سياسي لماذا هذه الهرولة مع كل ازمة صغيرة او كبيرة الى ايران او يرسل لهم ضابط من الحرس الثوري ليسوي الامور بينهم لا اخذ المسألة الحقيقة من جانبين جانب الاول القوى السياسية الحاكمة او الضاغطة على المشهد السياسي العراقي هي ليست قوى سياسية بالمعنى المفهوم العام لسياسي قوى معارضة وانما هي قوى تشكيلات امنية تابعة الى ايران منذ التأسيس او الى تابعة الى مخابرات اخرى فالذلك هي تشعر دائما والرعاية بالنسبة لها امر مهم لانه هي قاصرة عن السياسة وقاصرة عن الفهم البعد السياسي او غيرها والنقطة الاخرى ايران تشعرهم دائما انها هي بيدها كل المفاتيح ايران يعني حتى المشكلة الاخيرة ايران تسعى دائما لخلق المشاكل السياسية ما بين القوى السياسية وبالتالي تأتي بمفاتيح العالم من عندها هم يدركون هذه المسألة وهم ايضا يعرفون اسمعي سيد عبدالله هذه نقطة مهمة هي تخلق مشكلات وازمات لتفهم الاخرين انها بحاجة اليهم ام ان هؤلاء المتشاكسين المتحاربين في مشاكل وازمات دائمة وفي حاجة دائمة للتدخل الايراني لانهاء هذه المشاكل او التخفيف منها هذه نقطة يجب نفتهمها لا ابدا ايران هي تخلق المشاكل من خلال عناصر ايران لها عناصر بكل القوى السياسية هذه اللي تظهر اليوم يعني حتى القوى الكردية والقوى السنية والقوى حتى جمعة الصدر لها مخالب ايرانية قوية تدفع كل طرف معين الى مواقف اخرى فتخلق مشكلة فيما بينهم الكثير من سنة العملية السياسية قبل الانتخامات الحقيقة كالوا الاتهامات والشتائم والسباب لإيران كلام عن ايران قبل انتخابات يعني هذه الاخيرة بالحقيقة هو الاستقطاب اقليمي وخلنا نقول يعني سرقة اموال الاطر الاقليمية والقوى الاقليمية ومحاولة شحذ يعني استقداء استقداء الاموال من هذه بهذه الشعارات اما بالحقيقة فهو واقعهم يعرفوا جيدا لا مجال لهم الا ايران لان ايران هي خلقة هذه الواقع هي تخلق المشكلة وهي تخلق الحل ما يميز ايران عن امريكا وعن اسرائيل هو القرب الجغرافي او ما يسمى في السياسة الجيوستراتيجي هي تمتلك هذا وتمتد ايضا لها ايضا تعتبر هي نفسها لها عمق ثقافي من ناحية المذهبية كل هذا هي تريد ان توظف لصالحها هذه ايران وهذه سياسة في ذلك وهؤلاء هم قصر جدا وغير ناضجين ولن ينضجوا نهائيا انه لا زالوا لا يعتبروا النفسهم سياسيين وانهم هم تابعين لايران تصور يعني حتى يعني نجاد يعني احمدي نجاد قال يعني يعني بعبارة يعني مهينة لهم قال عملاءنا في العراق اساءوا الينا يعني لا احد منهم يستطيع حتى الرد على هذا يعني يعني حتى لو كنا عملاء كشوي يحترمنا يعني حتى هذين لم يستطيعوا ان يقولوها فاذا هم من الذلة ومن التبعية الى ايران بدرجة يعني تستطيع ايران استخدامهم باسوأ الاستخدامات اما يعني عملية الهيمنة الايرانية فهي تأتي من ضعف هؤلاء هم تابعين لها امنيا وايضا الهيمنة خلينا اسألك ايضا قبل ان اتحول لدكتور رافع تعتقد استاذ عبد الله انه هذا الان هذا التناحر او الاحتراب بين مكونات ما يسمى البيت الشيعي الصدر من جهة ويطار الميليشيات من جهة اخرى لحد الان طبعا يعني هناك عملية تناقض وتنافر اذا تحول الى صدام عسكري بين هذه الاطراف اطراف الميليشيات والكل لديه ميليشيات والكل لديه اسلحة ثقيلة ايران قادرة على ايقاف هذا التصادم من الان يعني كما كانت سابقا من الفين وثلاثة الى حد هذه اللحظة يعني اجزب ان لن يحدث هناك صدام لان الامر ايراني يعني اجزب ان لن يحدث هناك اي صدام بدليل يعني عندنا اليان بعض المقترحات قدمتها الكتلة الصدرية يعني مؤخرا يعني هي مناغات الى الفهم الايراني للسياسة الخارجية العراقية او السياسة الخارجية الايرانية لان ايران تعتبر العراق قوة لها وليس قوة مستقلة عنها ايران لما تتحدث في الاقليم تتحدث عن العراق وعن ايران تعتبر العراق قوة مضافة لها وليس قوة مستقلة هذه هي الان طرح الصدر مسألتين اساسية الا هو التجريم تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني وطرح ايضا موضوع مؤخرا أنا أعتقد أن أمس طرحة عملية بناء المراقد في البقية هذه الطروحات هي ليست صادقة حقيقة وإنما هي مناغات الفهم إيران وسياسة إيران والتقرب إلى إيران أكثر من الباقين ولكن هو يدرك تماما أن اللعبة هي لعبة إيرانية ولذلك هو يتقرب لهم بهذه الطريقة إيران لا يستطيع لا صدر ولا غيره ولا أي مجموعة الخروج عن الإيرادة الإيرانية ولن يحدث قتال فيما بينهم لأنهم مجرد يلتزمون بالأوامر الإيرانية يأتي ضابط إيراني واحد يأمرهم بالسكوت والجلوس في بيوتهم وكذا مرة صرح المالكي كان بإمكاننا أن ندخل إلى القضراء ولكنه نحن أوقفنا هذا العمل لم يوقفه إنما أوقفته إيران قالت هذا المشهد إنقلاب إنقلاب على الإيرادة الإيرانية إيران لا تريد هذا إيران لا تريد من العراق أن يستقر على الإطلاق أشكرك واوة أشكرك دكتور رافع بعد هذا الوضوح ربما إيران ربما كانت هناك من يظللها عن حب الشعب العراقي وهيامه بإيران والسورة الإيرانية وأن إيران سند وجداره وما إلى ذلك في الملمات بعد ثورة تشرين كان الموقف الشعبي واضحا وجليا مهاجمة إيران تحميلها المسؤولية كاملة عما آل إليه الوضع شريكة أمريكا في الفساد والدمار وما إلى ذلك هجم رموز إيرانية القنصلية وما إلى ذلك لكن إيران استمرت على هذا الإصرار والعناد في إدارة المشهد والتدخل بهذه الفجاجة والصفاقة هذا غباء إيراني غطرسة إيرانية مع العلم شركتها القوة الأولى في الاحتلال الأمريكا ما عادت تتصرف بهذه الطريقة الفجة والصفيقة في التعامل مع المجتمع العراق إيران لا زالت في حالة من الغطرسة في التعامل في العراق هو فعلا غطرسة وجزء من يعني هو مو جزء من غباء يعني مو جزء من عدم إدراك هم يدركون كل هذا لكن جزء من غطرستهم جزء من من اعتمادهم الكبير على قواهم الذاتية وعلى ضعف العراق ضعف المكونات المؤسسة لهذه العملية السياسية وطبيعة العملية السياسية سأقول لك أتحدث في جانبين لنصل إلى النتيجة إلى الجواب النهاي في هذه في بداية سعود مر في النقطة الأولى سعود إلى بداية اعتلال العراق على الأقل من عام 2003 إلى عام 2010 دعاش اللي أعلنت بأمريكا خروجها من العراق في هذه الفترة كانت المقاومة العراقية هي الرقم الأصعب على الساحة العراقية في دراسة تحليلية للإعلام الإيراني قرأت دراسة تحليلية لخطاب الإعلام الإيراني فيما يخص العراق فيما يخص تلك الفترة الإعلام الإيراني صحف مجلات وتلفزيون قنوات كلها تتبنى الخطاب الأمريكي في الإشارة إلى المقاومة العراقية المقاومة العراقية كان يصفها الأمريكان بالإرهاب كان يصفوهم المخربين إيران نفس الخطاب تتبنى وكانت تجيش أتباعها في الداخل إلى أن يتعاملوا مع المقاومة العراقية بهذا النفس لذلك كانت حتى فتاوى لا أحد يشارك في هذه المقاومة وهذه المقاومة مرفوضة وغير مقبولة وتكال لها التهم الكثير وصلنا إلى الحد اللي لم يستطعوا أن يوقف المقاومة راحوا وفعلوا ما فعلوا في سامرا في تفجير المرقدين وإيران هي المسؤولة عنها والدنيا كلها تعرف هذه القضية والأمريكان يعرفوا وقالوها أنه حتى الأسلحة اللي افتفجرت فيها المرقدين هي إيرانية لإثارة النزعات الطائفية وإثارة كل هذه هذه ناحية مهمة جدا في الرؤية الإيرانية للسيطرة ولتجيش الناس باتجاهات معينة الآن يتحدثون هناك مقاومة وغير مقاومة يتحدثون عن مقاومة يتحدثون عن هذه الفصائل والمقاومة أخرجت العراق من الفم الأمريكي هذه كذبة التراجع الإعلام الإيراني كان يصف المقاومة التي قاومت الأمريكان بالأرهاب وعصابات ومجرمين وكان يصفهم بهذا الشكل وعندما لم يستطعوا أن يؤثروا على المقاومة راحوا وعملوا هذا التفجير مصا مرة ونعرف ماذا جرى بعده هذا واقع الحال الذي فعلته إيران بعد ذلك في كل العملية السياسية في كل ما جرى في العملية السياسية هو امتلاك لهذه القوى القوى التي ملكت العملية السياسية بالتوزيعات التي وضعها بريمر هذه العملية السياسية بالمحاصصات هذه الطائفية بالشكل هذا من مجلس الحكومي سيطرت عليها الأعزاب التابعة على إيران والقوى التابعة على إيران هناك قوى يجب أن تجمل الديكور وأعود إلى النقطة الثانية الآن الذي يجري هناك قوى اختلفت مع قوى الإيرانية واختلفوا فيما بينهم في طريقة الإدارة وليس في التوجه لا أحد يفهم أن القضية ترى توجه وطني وهناك رؤية أخرى لإخراج الإيران لا 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 طريقة إدارة للعملية السياسية ما أعبقى للعملية السياسية لأنه أي فريق يحافظ على العملية السياسية ويريد أن تبقى العملية السياسية هو في نفس المركبة نتقلم بوضوح الصدر عن الإطار التنسيق نعم هذا الحقيقة الصدر وجماعته التوجه واحد التوجه واحد لكن طبيعة الإدارة طبيعة فكر الإدارة لإدارة العملية السياسية والبقاء تختلف هذا لم توافق عليه إيران ماذا فعلت كل حديث كان يجري وقبل قليل كنت أسأل ضيفك كنت أتحدث عن صدام شيعي شيعي قد يحدث وقال لك لا يمكن أن يتوقعه هو صادق في هذا الموضوع وصحيح جدا لماذا؟ لأنهم لم يذهبوا باتجاه معاقبة معاقبة الجزء الشيعي من البيت الشيعي الذي أراد إدارة جديدة للعملية السياسية أو تبنى إدارة جديدة لهذا الموضوع لا ذهبوا إلى الأطراف المتحالفة معه ذهبوا إلى الأكراد وهددوا الأكراد بأكراد السليمانية جزء جزء أكراد السليمانية التابعين حزب هل تعتقد دكتور جماعة الطلبان هؤلاء مملوكين لقوى إيرانية حقيقة هذه العقوبة الآن تتوقعها أن تذهبوا لمعاقبة هؤلاء هؤلاء جزء من تحالف ثلاثي رأسه الصدر هل تعتقد أن هذا التحالف الثلاثي سيذهب إلى وجهة مختلفة؟ هذا ما أريد أن أصل إليه لذلك هم ضغطوا على الأكراد بهذه الطريقة يحاولون أن يضغطوا عليهم والضغط مازالا مستمر وذهبوا باتجاه معاقبة الجزء السني هذه القوى السنية التي خرجت وجدوا لهم معادل نوعي منهم نعم ضد نوعي ضد نوعي هذا اللي قالوا هم وجزئهم من عزم سنة لا يقبلون بهذا التوجه مشهداني وأعرف منه هذه القوى لكي تقف ضدها وبدأ التهديد واضح ميليشيات وكذا وما يجري الآن في الرطبة في قطع الطرق هذا جزء من استحضار لعمليات إرهابية استدعاء الإرهاب استدعاء الإرهاب ليقولوا داعش جاءت ونحن نحتاج إلى الميليشيات وقوى الحجد الشعبي لكي تسيطر على هذه المنطقة ولكي يهدد الموجودين وجاءوا بمن كانوا بره يعتبروهم مجرمين ويعتبروهم إرهابين الآن جاءوا بهم مرة أخرى إلى العملية السياسية لكي يقفوا ضد هذا الطرف محاولة لتفكيك هذه الإدارة الجديدة وليس بمواجهة الطرف الشيعي الذي تبنى هذه الإدارة الجديدة لا يذهبون إلى الأطراف الأخرى المتحالفة معه كردي سني يضغطون عليهم لذلك حتى زيارة الحلبوسي إلى إيران تفسر بهذا الاتجاه نعم بروتوكولية وراح رئيس برلمان ولكن بالحقيقة هي إملاءات معينة موجودة أنت جئت يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا ومن وافق عليك في هذا المنصب نحن ويجب أن تلتزم بهذه الإدارة والإدارة هذه وبالتالي يريدون أن يعودوا إلى نفس الخط الإدارة القديمة التي تؤمن بها إيران التي هي إدارة التوافقية هم يسمونها لكن إدارة سيطرت كل هذه القوى بشكل واضح الإدارة والوجهة التقليدية وهذه إن لم تنجح فهناك هناك النموذج الحوثي في الانقلاب سيصل إلى المرحلة ميليشي الحشد ميليشي الحشد وخلص هذه أستاذ عبدالله سلمان يعني إيران إيران لا تدرك مخاطر هذا العناد والغطرسة في التعامل مع بلد مثل العراق بدعم طبقة سياسية فاسدة أودت بالعراق خرج عليها الشعب في تضاورات تشرين قاطع انتخاباتها بالنسبة 90% حتى وإن كانت أي إيران تملك بنادق الميليشيات بنادق الميليشيات بيتها فعلا وموجهة إلى صدور ورؤوس العراقيين لكن هذه السياسة هناك من يؤكد ستخسرها إن لم يكن آنيا فعلى المستقبل تدرك أم أن الغطرسة الإيرانية وهذه العقلية الإيرانية لا يمكن التخلي عنها ضيفنا من كوبنهاجن أستاذ عبد الله نعم انقطع الاتصال نعم طيب دكتور نفس السؤال يعني هذه حتى وإن إيران كانت عندها هذه البندقية مع الميليشيات صحيح يوجهها إلى الشعب العراقي تقتل ترعب بس الحقيقة هناك يعني الحقيقة خسائر مستقبلية فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران العلاقة الحقيقة بين الأنظمة متغيرة لكن يفترض أن هناك على يعني جار هناك الكثير من المشتركات جغرافية تاريخ دين مذهب إيران كل هذه الاعتبارات نحتها جانبا تعتقد؟ بالتأكيد وهذه ليس جديدة يعني هذا عبر التاريخ يخرج التاريخ أليس غباء دكتور هذا؟ هم يعتقدونه ليس غباء هم يعتقدون وربما نظريتهم لحد الآن هم يجدونها صحيحة العراق فاقد للأهلية هم وهم يرون في سياستهم كلما كان العراق ضعيفا كلما استطاعت إيران أن تمضي بقطار مشروع حالي هو مشروع ليس جديد هذا المشروع قديم جدا جدا هذا مئات السنين هذا المشروع في ذهن الحاكم الإيراني يجب توسيع إيران يجب أن تتوسع وتتمدد وتسيطر على مناطق كثيرة هذا المشروع لا يمكن تحقيقه إلا بأن يكون إلا بشرط أن يكون العراق ضعيفا إلا أن يكون العراق فاقد للأهلية هم الآن يرون العراق وواقع العراق العراق فاقد للأهلية هذا واقع الحال يجب أن نعترف به لأن هذه القوى التي جاءت معي صالة ساطاعي 20 سنة تعمل لكي يفقد العراق أهلية لكي يفقد كل قدراته لكي يفقد قدراته على النهوض لذلك كانت ثورة التشريين علامة مميزة وخطرة وخطرة جدا جدا خطرة على من؟ على المشروع كل على كل كل هذا وداعمين نعم وعلى كل الداعمين بما فيهم حتى الأمريكان كان خطر عليهم لأنه هذا سيعيدنا إلى نقطة الصفر وسنبدأ بداية جديدة العراق ينهض وهم لا يريدون أن ينهض لذلك الكل وإيران أول من استشعر هذا لذلك دفعت بميليشيات اللي تقتل بشراسة ألف شاب عراقي يقتلون كم يوم بالشوارع وثلاثين ألف يجرحوهم ويحاصروهم بهذه الطريقة ها كيف؟ وما زال خطف مستمر وفي مدن شيعية يعتبرونها حاضنتهم بهذه الطريقة القاسية والطريقة المذلة والمؤذية هذه أستاذ من عندك بس عندنا لين دقائق الأخيرا يعني حتى ويضيفنا أستاذ عبد الله كنت سألتك قبل الخلل في الاتصال مع جنابك الكريم أن هذه الإيران ألا تدرك مخاطر هذه السياسة سياسة الغطرسة والتعالي والاستعلاء على بلد مثل العراق بدعم طبقة سياسية فاسدة وميليشيات أودت بالعراق وألقت به في حفرة سحيقة من الخراب والدمار والفساد والطائفية وما إلى ذلك حتى وإن كانت الآن آنيا لديها بندقية الميليشيات تحركها وهذه البندقية موجهة لإرهابي أو لإخافة الشعب العراقي موجهة إلى رؤوسهم وإلى صدورهم على الأقل مستقبلا إيران الحقيقة خسرت موقعها ربما إلى فترة كانت وكأنها الجدار التشيع في العراق المجتمع الشيعي كان يعتبر إيران أنه سنده أنه جداره أنه يجدها تجاه في الملمات الآن الحقيقة النبذ الكره يأتي من وسط وجنوب العراق تحديدا المورث الثقافي الإيراني دائما هو التعالي والغطرسة على العنصر العربي في العراق وفي وجهة نظرهم الثقافية أو التاريخية يعتبرون الوجود العربي في العراق وجود طارع فلذلك هم يتعاملون مع العراق على هذا الأساس وإعتبار الامتداد المذهبي يعتبروه امتداد عنصري بالنسبة لهم وليس امتداد مذهبي ويعتبرون العراق لا يتجزأ من إيران هذه هي ثقافتهم التي يعتمدون عليها وبطبيعة الشخص الفارسي أو الثقافة الفارسية هو التعالي على الشعوب الأخرى بالذات الشعوب العربية أو العراقيين بالذات هذه المشكلة الإيرانية قائمة ولذلك لا يحترون ولا يسعون إلى إرضاء أو استمالة العراقيين باحترام أو بود أو بتقدير التعامل معهم حتى على مستوى المسؤولين لما يتعامل معهم وهم أقروا أكثر من مسؤول ذهب إلى أران يتعامل معهم باحتقار وذلة وحتى أعزاب المعارضة نفسه الشابندر قال كنا نراجع إلى دائرة النخص وزيري اللي هي دائرة تهتم بقضايا الأجانب أو ما أعرف شي سمونها هذه الدائرة كانت تتعامل معهم وهم معارضة تابعة إلى إيران تعاملون معهم بالذل وإهانة وإذلال بدليل أنه لم يبقى أحد منهم إلا وهاجر إلى أوروبا من إيران هاجر إلى أوروبا وبعدين جمعتهم إيران وهم في الخارج هذه الإشكالية الإيرانية الدائمة لا تحترم الشعوب وخصوصا الشعب العراقي هذا السلوك كان مع معارضة موجودة في إيران بحاجة إلى إيران بحاجة إلى الدولة الإيرانية إلى دعم إيراني الآن الجماعة صاروا حكاما لبلد مثل العراق دولة إقليمية يفترض دولة إقليمية لها وزنها واعتبارها لم يشعروا أنهم حكام هم لا زالوا تابعين لإيران هذه المشكلة الأساسية لم يتعاملوا بقوة ند سياسي أو ند حكومي أو ند دولة لدولة وإنما يعتبرون نفسهم تابعين لإيران هم يعتبرون نفسهم الذلة من عندهم نقرأ في التاريخ الحديث في الدول العربية أن هناك حركات تحرر في عدد من الدول العربية كانت تقاتل أو تناظر ضد الاستعمار لقيت دعم من دول عربية لما تشعر هذه القوة أنها قوة وطنية وتريد أن تعمل لخلاص وطنها مثلا عندك الجزائر مصر مع الجزائر سوريا كثير من التجارب عندنا لكن هم هذا المشكلة في السياسين أو الموجودين في العراق هم لا يشعروا نفسهم قوة سياسية وطنية قادرة على التعامل بالند مع إيران هم يعتبرون يعني كما إيران تريد تريد قوة تابعة لها إيديولوجيا وهم يعتبرون نفسهم جزء لا يتجزع يعني واحد أشكرك هذا الشعور قياداتهم إلى أصغرهم هذا الشعور لا يسمح لهم أن يتعاملوا مع إيران بالناد أو بالحقوف لذلك شكرا لضيفنا الكاتب الباحث السياسي الأستاذ عبدالله سلمان كان معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاقين عبر سكايب كما أشكر أيضا ضيفنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الاستوديو كان معنا في حلقة طاولة حوار بحثت في استمرار الهيمنة أو السطوة الإيرانية على المشهد في العراق وكل قواه السياسية والميليشيوية وأشكركم أيضا المشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة